لما ظاهر مسلحات رافقوا مواكب المسؤولين توجيه دفع به السوداني بالأونة الأخيرة لإنهاء ظاهرة الأعداد الكبيرة للمرافقين الأمنيين للمسؤولين والساسة بيان للحكومة العراقية وصف الظاهرة هاية بالظاهرة غير الحضارية وإنها ما تتلائم مع تطلعات الناس قرار الحكومة هذا قابل تشكيك شعبي بإمكانية التطبيق بالنظر إلى فشل حكومات سابقة كانت أصدرت نفس القرارات لكنها أخفقت بالتنفيذ فشنو المفاتيح اللي تمتلكها حكومة السوداني هذه المرة بتطبيق القرار وبشنو تختلف عن سابقاتها وليش رسبة الحكومات السابقة باختبار تقليل حمايات المسؤولين وشنو التأثيرات المحتملة اللي تترتب على مثل هيش قرار هاي الاسئلة وغيرها موضوع حلقة اليلم بالعراقي يشكو مواطنون من استمرار ظاهرة الأرتال الكبيرة لحمايات المسؤولين وما تسبب من قطع ورعب للشوارع رغم استقرار الوضع الأمني فيما تقول وزارة الداخلية إنها بدأت بتنفيذ توجيهات رئيس الحكومة محمد يشاع السوداني لكي تقلص تلك الأعداد ومنع مظاهرها السلبية أحيانا بالشارع نتابع رغم استدباب الوضع الأمني في البلاد إلا أن مواكب حمايات المسؤولين ما زالت تجول وتصول في الشوارع بأرتال كبيرة مواطنون عبروا عن استيائهم من استمرار تلك الظاهرة التي تتسبب بث الرعب في الشوارع وقطعها وتشعرهم بالنظرة الفوقية التي يتعامل بها المسؤول مع أبناء شعبه كل مسؤول يجعل الماس تحبه أما تجي سيارات عشر وعشرين وأصوات مزعجة ويوقفون السير ولكن مسؤول يمر من الشارع شوف الحمايات المسؤولين جاء أول ما قطعوا الشوارع بدأ عشر خمس على السيارة وراء والأكمل هائل من الحماك ماكو داعي نعم مطالب قال نعم موجودة هذولا موجودين في الشارع لكنهم بالبيوتهم المسؤولين على هذا المسؤول يجعل وإلى جانب النظرة المجتمعية والأمنية فإن مختصين يشيرون إلى وجود شبهات فساد خلف الأعداد الكبيرة للحمايات لا سيما ما يعرف بظاهرة الفضائيين بين أعدادهم هناك شبهات فساد لأن هناك حمايات لكثير من السياسيين مسجلين وخصوصا كثير من النواب ولا نعمل هناك حمايات فضائية يعني ليس لهم وجود كل ناهب عنده 16 حماية ورواتبهم تصرف بالوكالة وجه رئيس الوزراء العراقي بتقليص أعداد حمايات المسؤولين ومنع حركة العجلات المكشوفة التي تحمل المقاتلين فيما تقول وزارة الداخلية إنها بدأت بتنفيذ تلك التوجيهات حرفيا لإنهاء المظاهر السلبية المرافقة لحمايات المسؤولين توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة سيد رئيس مجلس الوزراء هي توجيهات ملزمة لجميع الوزارات وجميع المؤسسات بالتالي عملة وزارة الداخلية على تطبيق توجيهات السيد القائد العام حرفيا من خلال التقيد بالأعداد اللي تم الإشارة إلها ومن خلال منع العسكرة أو الحركة بالأرتال الخاصة بالحمايات إضافة إلى الأعداد اللي سيد رئيس مجلس الوزراء يعني وجهت الحكومة بها تم حصرها تماما والتقيد والعمل بها فيما يتعلق بهذا الموضوع ويأتي توجيه السوداني مشابها لقرار سابق أصدره رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في 2015 وسط تشكيك المواطنين بعدم القدرة على تقليص حمايات المسؤولين لا سيما الخط الأول من السياسيين المحاولة الحكومية لإنهاء ملف الأرتال المكلفة من الحمايات دائما ما تصطد بعدم القدرة على تنفيذها لا سيما مع رجالات الخط الأول من السياسيين والمتنفذين أسعد الزلزلي لبرنامج بالعراقي بغداد وللحديث عن موضوع مواكب حماية المسؤولين والسياسيين الأمنية وحماياتهم أيضا ينظم إلينا من بغداد الخبير القانوني علي تميمي والخبير الاستراتيجي علي الشريفي والناشطة المدنية رؤى خلف كل الهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام وأهلا بكم أبدأ مع سيد الخبير الاستراتيجي علي أحمد الشريفي أستاذ أحمد الحمايات ومواكب المسؤولين مشكلة لو واجب رسمي بسم الله الرحمن الرحيم لا شك نحن نتحدث عن مواضلة استأصى فيها الحل صالع القرار السياسي بالحقيقة عجزة عن فضل اشتباك بين الأحزاب وهيمنتها وسيطرتها على المؤسسات وبين دور المؤسسة واللوائح والقوانين النظمة لأداء المؤسسات بموجب الدستور فلم يتمكن من فضل الاشتباك في سيطرة الأحزاب على المؤسسات وهذا يتعلق ببعد الأداء السياسي والرؤية السياسية التي تحملها الأحزاب فيما يتعلق بقضية الحمايات نحن نتحدث عن معادلة مهمة أن واحدة من الأسس التي تشير إلى أن الدولة قوية هي دولة ذات هيبة واحدة من ملامح ومعالم هيبة الدولة هو البعد المعنوي والاعتباري الذي يتحلى به صانع القرار السياسي أو الشخصية السياسية ومسألة الحمايات ومسألة البروستيج ومسألة التعامل في الشارع هذه تعكس هيبة الدولة ومدى التزام الشخصية السياسية باللوائح والقوانين النظمة للحياة العامة بالدولة العراقية فعدما نجد أن الحزب أقوى من المؤسسة وأن هذه الشخصية المعنوية لا تكترث للرأي العام وتبالغ في قضية الحمايات وتستفز الرأي العام فضلا عن أن هذه الحمايات غير مدربة ولا تعتمد أسلوب اللياقة في التعامل مع الشارع في قضية المسار، قضية التحرك، النشاط كيف يتعامل مع المدنيين، كيف يتحرك بعجلته هذه لأن لو كانت مؤسسات لتم تدريب الحمايات وفق مبادئ أساسية احترام القانون، الأخلاق، الذوق العام حتى على مستوى الزي الذي يتم ارتداءها هذه كنت تؤثر في هيبة الدولة فنحن لا نستحقاقات في الحقيقة لم تعالج طبعا سببها لأن الأحزاب التي لا زالت مصرة على أنها تكون فوق المؤسسة هي التي تأتي بصانع القرار السياسي سواء في السلطة التشريعية والتنفيذية بل أبعد من ذلك حتى القضائية فتساء إلى إمطاء هذه المعادلة قائمة في أن الحزب أكثر سيطرة وهيمنة من المؤسسة أستاذ أحمد عذرا حضرتك ذكرت هذه الجهات ربما تحمل الصفة بعض الأحيان تكون غير الرسمية ولكن الجهة المكلفة بالحماية الحقيقة الأمر هي مديرية الحمايات التابعة لوزارة الداخلية فهذه جهة منظمة لهذا الموضوع أليس لها سلطة على هذا الموضوع كسلطة تنظيمية لجميع الإجراءات المتعلقة بهذه الحمايات ومواكبها أبدا الحمايات يجري اختيارها من قبل الذات والشخصية التي يفترض أنهم مكلفين بالحماية يعني ليست المؤسسة حرة في اختيار الحمايات وبحيث من يكون نائبا تكلف جهات لحمايته من خارج منظومته السياسية أو حتى العائلية أو قضية الأقارب والعشيرة فهو الذي يختار وعلى المؤسسة أن تذعن وهذه المعادلة هي التي نتحدث عنها علما أنه في قضية قضية الفساد في وقت اللي كلت آني وانسحبت من البرلمان واحدة من النائبات كانت منقبة فكانت تصرف إلها أموال للحماية وأموال للعجلات لا اشترت عجلات ولا كلفت حمايات فكانت تأخذ الأموال ومن تطلع تطلع تستخدم حتى وسائل النقل العام وهي تلبس نقاب ما حتى يعرفها كمواطنة عادية كانت الأموال كلها مال الحماية بحدود 30 شخص حماية وعجلات صرفونهم بحدود 1000 دولار لشراء عجلات لا اشترت عجلات ولا كلفت حماية وهي من تخرج منقبة اسوة ببقية المواطنين حتى تستخدم النقل العام وهذه واحدة من قضايا الفساد اللي مرينا بها لفترة قد تكون قننة الآن ولكنها لا زالت فاعلة ومؤثرة في إصرار الأحزاب على إبقاء تحكمها في قضية الحمايات بذريعة الأطمئنان طيب إذا كنت في السلطة التشرعية والتوفيذية ولا تطمئن لمؤسسات الدولة كيف تمارس مشاطك هذه كلها فرضيات حاضرة في ذهنية الرأي العام العراقي لا سيما حتى الرأي العام البسيط بدأ يتساءل عن هذه القضية أنت تحميك أجهزة أمنية ليش أنت تختار وهذا الاختيار أيضا يضع المؤسسات في حالة تشكيك فإذا كان من يقرر تنفيذيا وتشريعيا يشكك في الدولة وفي ولائها ولا يثق بها حتى تحميه كيف سيشعر المواطن العادي بأن المؤسسات ضامنة وحامية إليه هذه المعادلة بالحقيقة والرسائل السلبية لا زالت ترسل إلى الرأي العام العراقي وتوهم دور المنتظم السياسي والعملية السياسية أمام الرأي العام ولربما العزوف الذي يحصل الآن في الانتخابات واحدة من أسبابه هي هذه المظاهر خليني أسألي هنا أستاذ أحمد هذا الوضع ومثل ما ذكرت حضرتك الحال بهذا الشكل ألا يربك الوضع الأمني مثل وجود حمايات غير منتظمة من جهات مختلفة لا مسؤولية لجهات المكلفة بهذا الموضوع من وزارة الداخلية ومديرية الحماية ليس لها مسؤولية ألا يربك الوضع الأمني حتى الأزياء ربما تكون مختلفة يعني الزي الرسمي أحسنت أحسنت وهذه أستعر لك مقولة للمالكة في مرحلة ما أحلى تحدثنا عن أنه الباج والسلاح المرخص والعجل المرخصة التابعة لأحزاب تستطيع أن تتخطى الإجراءات الأمنية لأنه أنت من تشكل خطوط صد أمني من يجيك هو سلاح مرخص وعجلت مرخص وله أنوان معين يتخطى الإجراءات الرسمية والإجراءات الأمنية ما الضامن الجهات الحزبية التي جاءت بهذا الشخص والتي كثير منها امتداداتها إقليمية لا تشكل خرقا أمنيا بل شكلت خرقا أمنيا حتى خرج القائد العام للقوات المسلحة ليقول أن واحدة من المعضلات الأمنية هو الباج المرخص والسلاح المرخص الذي ينفذ عمليات عمليات اغتيالة وعمليات إرهابية فإذن هذه المعادلة لا بد أن نجد لها حلول لسيما أننا على دخول العقد الثالث من العملية السياسية مضى عشرين سنة على العملية السياسية ولا نعالج قضايا لها مساس بسيادة الدولة وأمن المواطن نعم أستاذ علي التميمي يعني شنو المشكلة بعدد أفراد الحمايات بالمظاهر المسلحة التي ترافقهم وين المشكلة أليس هذا إجراء رسمي يجب أن يكون لكل مسؤول حماية هل اختلف الموضوع يجب أن تقلص هذه الحمايات نتيجة يعني ربما عودة الوضع الأمني للاستقرار شيئا فشيئا نعم حييك أخي العزيز وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين طبعا بالتأكيد يعني هناك جوانب متعددة في هذا الموضوع يجب أن نفرق بين حالة الحمايات التي تمنح للأحزاب مقرات الأحزاب للشخصيات السياسية غير الحكومية وأيضا بين الحمايات التي تمنح للجهات الحكومية الرئاسات الثلاث المنتسبين توجد حمايات حتى للمتقاعدين طبعا هذا الموضوع إذا كان مقبول بهذا العدد الكبير من الحمايات وما ترتكبه بالمخالفات قانونية ومخالفة قانون المرور وقانون العقوبات في الشوارع إذا كان مقبول في عام 2014 وفي عام 2015 وجود الأرهاب في العراق هو الآن يعني غير مقبول ويحتاج إلى إعادة هيكلية إلى إعادة ترتيب صحا أتحدث أستاذ أيضا عن يعني أكو قوانين هي أيضا بها إشكالية في هذا الموضوع يعني أضرب لك مثال قانون رقم 13 لعام 2018 قانون المجلس النواب العراقي بالمادة 61 مادة 62 يقول لك تحدد عدد الحمايات للنواب لرئاسة البرلمان بالتشاور بين رئاسة البرلمان والجهات المختصة يقصد وزارة الداخلية هذه القوانين طبعا هنا مدى تحدد لك يعني مدى تحدد لك العدد المطلوب نقطة أخرى يعني أشير لها هي مسألة الاختيار يعني رجل الأمن هو يحتاج إلى أن يكون قدوة يحتاج إلى أن يكون نموذج عظيم يحتذا به في الشارع لهذا في وزارة الداخلية مثلما تفضلت أستاذ يعني عندهم مديرية خاصة لإعداد حمايات الشخصيات لأنه هذا الذي تعده أنت يحتاج إلى أن يعرف القانون يعرف في حالة المخالفة يعرف قوانين المرور هذه اللقطة الثانية أيضا مهمة أنا برأيي أنه نأتي إلى قانون عندنا آخر وهو قانون الشركات الأجنبية رقم 52 لعابة 2017 هذا القانون شركات الأمنية تعني أتاح عمل الشرك أي أستاذ هذه الشركات الأجنبية تعمل بالعراق وتعطى رخصة بطلب من وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء شوف أهميتها وأيضا وفق هذا القانون تحمل السلاح ومن الممكن يعني أن تعمل وفق السياقات القانونية في الداخل هو الاختصاص المكاني في العراق أردت بهذا الموضوع أستاذ أن أوصلك إلى فكرة أنه أنت كحزب مثلا يعني ليش ما يزت لك بين الحزب والشخصيات السياسية والرسوية أنت كحزب أو كيان لماذا يتم تزويدك بأجهزة أمنية رسمية لماذا أنت حزب وفقا لقانون الأحزاب 36 وعندك مقار وعندك موارد أنت تستطيع أنه أما الحمايات تكون من الحزب نفسه أو أنه تستعين بالشركات الأمنية الخاصة مقابل مبالغ عندنا شركات أمنية سيد علي سيد علي التميم موجودة شركات أمنية أجنبية وعراقية نعم هي طبعا القانون يتيح هو القانون النافذ رقم الثاني وخمسين وإذا عندنا قانون رقم الثاني يستسجيل فروع الشركات الأجنبية في العراق موجودين الآن المسؤولين أن يستعينون بهذه الشركات لو يأخذون أيضا من مديرية الحمايات حماياتهم هو هذا هو استاذ ردت أوصلك إلى نتيجة أنه أنت بما أنه لا أتحدث عن الرسمي الرسمي ممكن أن تقلص يعني الجهات الرسمية ممكن أن تقلص يعني تكون قليلة ليش لأنه أنا انتخبتك حتى تكون ممثلي في البرلمان مثلا أو أنت وزير أنت لماذا يعني تخشى الشارع وتخشى الناس ما أنت منتخب وأنت الوضع الأمني موجود وسيطرة أبنية لماذا هذا العدد الكبير من الأجهزة أردت أوصلك إلى أنه هذا الخيط الفاصل بين الأحزاب السياسية الشخصيات السياسية المتقاعدة التي ينتهي دورها في العمل السياسي لماذا تبقى لديها هذه الحمايات النقطة التي أشرت لها أيضا حضرتك بالتقرير يعني الفضائيين أو الفساد الإداري هذه أيضا مهمة جدا طبعا هذه استاذنا ممكن أنهم يعني تفتح بأثر رجعي طيب قبل أن نتوقف عند الفضائيين قبل أن نتوقف عند الفضائيين استاذ علي تيميمي يعني خلينا نسأل حول يعني المسؤول الذي يخرج على التقاعد أيضا لماذا تبقى الحمايات معه بأعداد كبيرة أيضا قانونيا يعني هذا يضمن إلى هذا الشيء هو هذا هو نحن كمركز للدراسات اقترحنا استاذني اقترحنا أنه يكون قانون خاص حقيقة نحتاج قانون خاص ينظم ذلك ليس أنت تنسيق ما بين الجهات كما يشير قانون مجلس النواب رقم 13 أنه تنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية ويكونون مثلا من أقاربها أو هو اللي يختارهم هذا أنا برأيي غير صحيح هذا برأيي أوجه لنقد هذا النظام أو هذا الترتيب أنا أوجه لنقد وفق النقد الدستوري لأنه أنت ما ممكن تأتي بشخص مثلا يجهل قواعد الأمن والحس الاستخباري الحس الأمني وتضع حماية لشخصية مهمة قد يكون هذا الشخص هو سبب في حصول حوادث يعني أرجو أن تفهم يعني ما أقوله أستاذ بين السطور يعني قد يكون مثلا هذا غير معد إعداد نفسي يعني ممكن أن يشترع بين مزدوجين لهذا أنت كلما يكون الشخص الذي يتولى الحماية هو معد إعدادا جيدا يمتلك الكفاءة الاستخبارية الأمنية قادر على أنه مثل ما يقول يشم الخطر استرعلي أنا أشكرك وخلينا لا نتكلم ما بين السطور نتكلم بالعراقي بشكل مباشر وصريح ومكشوف خلينا إذا نشرك الناشطة المدنية رؤى خلف رؤى يعني الحكومة مشخصة بأن هناك مظاهر سلبية لمواكب المسؤولين وللحمايات وتجاوزات تحدث أنتوا يعني كجهات مدنية وناشطين مدني كيف تشخصون يعني ربما السلبيات هل هناك إضافة إلى ما تقدم هناك مظاهر أخرى تريدون وقفها ماذا عن تكاليف هذه الحمايات والمواكب هل لديكم أي إحصائيات تراقب مثل هكذا موضوع تحية طيبة لك عزيزي ولضيوفك الكرام يعني نحن دائما نأخذها بأنه هذا اعتراف ضمني من الحكومات يمكن مرت من حكومة السيد السوداني وقبلها كانت الكاظمي وقبلها العبادي وغيرها من الحكومات اعتراف ضمني بأنه هناك هدر كبير بسبب موضوعة الحمايات وهذا الهدر بالتخصيصات المالية وأحيانا بالموارد البشرية نحن أيضا نتعامل مع الأشخاص كموارد بشرية وطاقات بشرية نحن نحتجز اليوم ما يقارب 25 ألف أو 20 ألف شخص أو فرد مصنف كحمايات شخصية لشخصيات سياسية وكذا منهم موجود فعليا ومنهما مثل ما تحدث والضيوف الكرام هم ممكن يكونون فضائيين هذه الموارد البشرية نحن معطلها مجرد أنه حماية مجرد أنه شخص موجود اسمه على ورق وممكن ما يكون هو ديقوم بهذه الواجبات فنحن نتعامل هذا حتى تجميد للطاقات البشرية التي ممكن ينتج وممكن يشتغل وممكن يقدم أشياء أخرى للمجتمع وللبلد نحن مسجلين اسمه حتى ياخذ راتب وهو ممكن يكون ما موجود بالبيت فنحن نتعامل ويها هذه الاعترافات الضمنية من الحكومة التي دائما تستخدمها كنغمة أو كبيت قصيدة تتنغم بها مع المواطن العراقي تعرف وهي تعترف بأن هذه القضايا على الرغم أن بها إهدار مالي هي تتمارسها وهي تعلم جيدا لما تحجي بهذا الخطاب هي ممكن أن تتلاقي فالاستحسان وقبول من الجمهور والمواطن لما نسمع أن الحكومة بلشت تلتفت لهذه القضايا لكن تبقى مجرد عبارة عن تصريحات عفوا عبارة عن تصريحات سبقها السيد العبادي سبقها غيرها وسبقها الكاظمي وإلى السودان لم تصارت أي شيء على أرض الواقع لم تخرج عن أكثر من أنه تصريح أحيانا يحاول بكسب تأييد جماهيري لا أكثر حالها حال أي تصريحات يمكن أن تصير وتشكل على أساسها اللجان وهذا اللجان متطلع بنتجة نفس الشيء بالنسبة لهذه تصريحات نفتح عن عدد ونفتح عن إهدار مالي نعم رؤى كمنظمات مجتمع مدني تشخيصكم لمثل هكذا حالة يبقى ربما في إطار ضيق أم تحاولون إشراك السلطات الرسمية جهات الأمنية بهذا الموضوع التجاوزات التي تحدث وأثرها على المواطنين على الشارع أكيد أكيد أكو أشخاص أكو منظمات أكو مؤسسات معنية برصد الانتهاكات التي تمارز سواء كانت من الحمايات أو من شخصيات أخرى لكن على وجه الخصوص الحمايات وممارسات هي أيضا هذه من الانتهاكات التي تكون مباشرة أحيانا مع المواطن وأحيانا مع أشخاص آخرين هم ينفذون أو يمثلون نفس المؤسسات التي يمطي تصريح لهذه الحمايات الأمنية هم يمثلوهم في الشارع ويمثلوهم بمكانات معينة وبنفسهم يلقون هذا الانتهاك من قبلهم ومن قبلهم آخر الحوادث التي نرى مع المرور فرضا وهو وزارتك مطي هذه التصريح لتضليل الجام وهي نفسها وزارتك مطي تصريح أن هذا الشخص وقت ما يعجبه بحماياته يعبر الإشارة المرورية ومطي تصريح لهذه الشخصية التجاوزات هذه المواكب والحمايات لا تقتصر فقط على المواطن بالشارع وإنما امتدت حتى إلى رجال المرور بالشارع وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية تتوقف الحركة والحياة عند وصول موكب تابع لأحدى الشخصيات السياسية أو الوزراء بالحكومة هذا طبعا ما يقول حسين علي سائق التكسي اللي يشكم من المضايقات اللي مارسونها حمايات المسؤولين عند مرورهم بالشوارع وبشوارع بغداد خلونا نتابع هاي القصة اسمي حسين علي عمر 39 سنة أعمر كسايق سيارة يعني تكسي حركة السير المواكب كل شفواية وكثاثة يعني يسوون الزحم الزحم وضايقون المرور بالشارع يعني بس يردون إلهم يقطعون الشارع مجرد هم يفوتون يعوفون يعني حتى ما نقدر مثل شغلنا كي شغلنا في دائرة بشارع لو واحد يأشر لنا ما نقدر يكون هواية مثل يجي بس يدخلصوا ويطلع اطلع حتى ما نقدر نشتغل ما نقدر نوقف مثل واحد يأشر لنا ومثل هما يجون بسرعة وكعداد هما كثير هواية ما يحتاج هذه المواكب الزلد مستقر الحمد لله والشكر من ناحية الأمان والأمين كل لزيان يعني موظوح حتى ما يحتاج يعني كمواكب كثيرة بالشارع ريض وقف واحد يأشر لي اطلع 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 كود ينشيني والله فاطن ثمان سيارات تسعة مسؤولة عد ما تقدر حتى أنت يصر عندك شوية الرعب يقول خاف اوقف وذول من أنا يتجاوز عليك أو هاي ليش وقف يمشوك ويفونه حتى رزقك يعني شون يروح لغيرك أو يدي أجرك ما يأجرك حتى هو يرجع لي ورأي وذا يخاف على روح لي يخلع المسؤول يجوه حالة حال مواطن سيارتين كافيات همين يصير حلول بالشارع همين لما يجون رون سايد عكس السيار ياخذون غير الطريق اتجاه المرور يتخربط عنده بالشارع بالحق مشي العالم والعالم حقها أكثر من المسؤولين هي طالة على باب الله وعلى رزقها لازم تحصل هو يجي من زاحم الشارع كلها والله نتوجه من رئيس دولة رئيس الوزراء أن يخلل من المواكب السيارات من يومهم كافية السيارتين ثلاثتين هو الوضع الأمني جين أجدد ترحب بكم ضيوفنا الكرام يعني شفنا وسمعنا في هذه المحطة مستمعين سنتحدث طبعا ومشاهدين وضيوفنا الكرام عن القانون وأراء المواطنين بالتأكيد في هذه المحطة أليد أن أتوقف معك أستاذ شريفي أحمد بالمحصلة مثل ما شفنا بأن هذه المواكب وهذه الحمايات لشكل وتعطل لحياة المواطنين بالشارع واحد من عدم هذا سائق التكسي يعني يخرج على باب الله ويلقى بأنه ربما الشارع ينقطع أو بأنه يتعرض لحادث معين مع هذه المواكب وإذا به بأنه ينصدم بحقيقة لا يستطع أن يفعل شيء نعم بالحقيقة عندما يكون حارس القانون ومن يمثل القانون ومن يمثل الدولة يتخطى الإجراءات القانونية بذريعة الوضع الأمني وهي ذريعة ما عادت مقبولة بالحقيقة لأنه الآن الأمان سائد هذه تؤثر بشكل كبير جدا على الشعب علما أن نحن في نظام ديمقراطي بمعنى أن الشعب مصدر السلطات والتالي هذه الفوقية التي تمارس عبر مثل هكذا فعاليات ونشاطات تؤثر على علاقة المواطن بالمسؤول يجب أن يجري إعادة النظر فيها فضلا عن مسألة أن يعتبرها غريف الأهمية أحلى إذا أجينا للأفراد ما أقول الضباط خلينا نجي للمراتب التي في هذه المؤسسة مؤسسة تابعة للداخلية يتميزون بالضبط العالي اللياقة البدنية وعندهم قيافة جدا رائعة يعني واجهة حضارية وطنية ممكن أن نستأنس بهم أن يكون مكلفين بحماية المسؤولين لما يمتلكون اللياقة بدنية وقيافة مرتبة أسلوب مدربين على أسلوب التعامل مع الرأي العام ولا تحقق عنصر الاستفزاز فلذلك نضع أمام المسؤولين لماذا هذا التشكيك وعدم الثقة بمؤسساتك التي هي بالحقيقة مؤسسات تدعو إلى السرور يعني من نشوفهم في كثير من الأحيان وبتحديد هذه المؤسسة نفتخ بها نعم يعني هنا ربما حقيقة أحد الجهات البرلمانية أشارت إلى أن بعض هذه الحمايات غير مدربة على التعامل المدني مع الناس ويسبب بالصدامات نسمع بها بين فترة وأخرى يعني هذا ربما يدحض كون هذه المؤسسة دربة أو كون جميع يعني من ينتسب إلى هذه المؤسسة هو منسب لحمايات المسؤولين بمختلف توجهاتهم سواء كان حالي أو سابق لا بالحقيقة هذه خيارات الأحزاب ليس خيارات المؤسسة سووا تحقيق عن القضية شوفوا اللي تختارهم المؤسسة اختيار رائع ابتداء من اللياقة البدنية نعم إلى القيافة إلى الضبط العسكري مدربين وحدا لاحظ في كثير من المؤسسات اللي هم مكلفين بحمايته نجدهم بالحقيقة على مستوى عالي من اللياقة حتى على مستوى التعامل فضلا عن الضبط العسكري والقيافة قيافتهم رائعة جدا وكأن تجدهم كواجهة مهيئة لهذا الأمر فإذا كان هناك خرق للمؤسسة فهي الإملاءات الحزبية الأحزاب تختار وتفرض على وزارة الداخلية ووزارة الداخلية مضطرة تحت تأثير المحاصصة أن تمنحهم صفة الحماية ولكن هل المؤسسة دربتهم هل المؤسسة اختارتهم هل المؤسسة أخضعتهم لفحوصات وتدريب خاص يأهلهم لأن يشغلوا هذا المعاصم جواب لا بمجرد أن تأتي دفعة جديدة من البرلمانيين ترفع أسماء وهذه الأسماء بعد فترة يجرس تحصال موافقات بها ومنح الصفة الرسمية ويزودوها بالسلاح وتمضي بهذا الاتجاه علما أنه واحدة من السلبيات أنه هذا يتأثر على القدرات القتالية يعني أحل عندنا متقاعد أو خارج الدور السياسي والدور الوظيفي عنده حماية فوج ما هذا الفوج في القياس التعبوي هو جزء من القدرات القتالية أنا عندما أعطى الفوج لحماية شخص كل أسبوع طال على زيارة وبعد الأسبوع الذين قاعدين ينتظرون يقدمون خدمة للحماية هذه محسوبة كفوج محسوبة على القدرات القتالية عندما تحسب هذه القدرات القتالية وهي ساكنة هذه راح تأثر علي من تأثر على واجبات من هم مكلفين بالخدمة واضح أستاذ أحمد يصار إلى رفع ساعات الخدمة والواجبات لأن جماعة آخرين هم محسوبين على حزب وقاعدين خارج الجهات الفعالة في النشاط واضح أستاذ أحمد قضية تتعلق بالقدرات القتالية نعم اسمح لي أن أشرك أستاذ علي تميمي أستاذ علي يعني هنا كيف يتعامل القانون مع المخالفين من هذه الحمايات ولدينا مخالفات عديدة قد رصدت على مدى السنوات الماضية وما زالت مستمرة يعني واحدة من عدها كانت لحماية رئيس الوزراء حيدر العبادي في فترة من الفترات عند زيارة لأحد المحافظات حماية اعتداء على صحفيين في المنطقة ما هي هذه المشكلة الأخرى يعني بالإضافة للمشاكل التي ذكرناها أستاذ عادل يعني كيفية إجراء التحقيق مع هذه الشخصيات إذا كانت هذه الشخصيات هي بالأساس يعني غير مدربة لا تعرف أصول العمل في الحماية الوصول إلىها يعني هنا راح الجهات التحقيقية القضائية تحتاج إلى معرفة مثلا أعداد اللي شاركوا بإطلاق الرصاص مثلا من هو اللي أطلق الرصاص راح تستعيم بالشهود هذا حتى يعني ما الذي يحصل في هذه الحالة أستاذ عادل هنا تتبعثر الأدلة يضيع الخيوط التي من الممكن الوصول فيها إلى مرتكب الجري مناهيك عن أنه يعني هذه المناصب أو الحمايات يعني من حالة علم النفس الجنائي إذا الإنسان ليس مدرب لا يعرف قيمة هذا السلاح الذي يحمله يعرف أنه هذا السلاح وجد للحماية ليس للجريمة يجب أنه هذا الذي يعني يمارس هذا العمل الحساس جدا أستاذ عادل أن يعرف قانون العقوبات يعني ما أقول لك قانون العقوبات الذي يتكون من 506 مادة لا يعرف أنه الذي يطلق الرصاص على شخص ويجرحه هذا شروع بالقتل هذه الجناية توصل إلى عشر سنوات عليه أن يعرف مثلا قانون المرور عليه أن يعرف قانون الأسلحة هل هو يعني لديه رخصة حمل السلاح نعم هل أنه هذه أستاذنا واضح أستاذ علي واضح أستاذ علي اسمح لي أن أشرك سترؤة هنا بالموضوع سترؤة يعني ربما السؤال الذي يطرح يعني حتى قانونيا وفي جنب أخرى يتعلق عنده تنسيب أي فرد يعني ربما أي فرد حماية هنا هل يفقد يعني هويتة الأمنية ويصبح تابعا ولاء لجه المكلف بحمايتها أم للقانون يعني نحتي واقع أكيد ويجه المكلفتها يعني من ممكن هو كان ضمن دائرة الانتخابية وهو كان يشتغل ممكن ضمن الماكنة الانتخابية مالتها فكانت المكافأة إلى أنه ممكن يكون يسجل اسمه بالحمايات فولاء الكامل هو مع الشخص الذي يحميها حسنا شون يتعامل هذا الشخص الذي يحمي ويا المواطن شون يتعامل ويا المؤسسات بغض النظر هذا هو كحماية ولاء الأساسي للجهة التي اليوم هي مسؤولة عن إعطاء الراتب الشهري فبالتالي نحن لا نستطيع نعتبر أنه حتى خضوعة أحيانا خضوعة للقانون يختلف عن خضوعة مواطن عادي للقانون بالمناسبة كثير من الحالات وكثير من الانتهاكات ممكن حتى بإطلاق النار حسبة على أن أخطاع عسكرية مثلا حسب بعض الحمايات ممكن رزت انتهكت حقوق أشخاص قتلة أشخاص لم يحسب كجريمة جنائية أخطاع عسكرية جدا حتى التعاملات وخصوصا إذا كان في حزب موجود بسلطة معينة أو كان هو حماية ضمن شخصيات الأولى بالبلد فهذا ما يحاسب دائما يشوف نفسه أعلى من القانون فبالتالي يشوف الانتهاكات مستمرة ومستمرة من نشأة هذه المجامية إلى اليوم هذا وهو كثير من الحالات والأحداث التي صارت تأكد أن الأشخاص الموجودين والمثلون حماياتهم لا يخضعون للقانون المسؤولين وحماياتهم على إشارات المرور وقطع الطرق أثناء مرورهم وإرباك حركة السير أمور أشرها عدد من المواطنين التي أبدأوا تذمرهم من هذه الحالات السلبية وناشدوا رئيس الوزراء بالتدخل السريع ووضع الحلول السريعة والعاجلة لمنع هذه التجاوزات نحن كمواطنين لا ضير أو ليس لدينا ما نعمل أن يكون المسؤول محميلة يعتدى عليه لكن المسؤول يكون أنه حمايته أكثر من الجمهور بالشارع تسع سيارات وعشر سيارات والولد المعينهم مياه الحمايات ما تعرف شنو تصالفهم وتصرفاتهم اليوم أنت تلقي مدير عام وياه خمس وعشرين سيارات هذا دليل واضح عدم وجود تخطيط أتمنى على الدولة ودولة رئيس الوزراء أن يكون جاد ووزارة الداخلية تضع شروط من نائب وفوق لأنها حمايات باعتبار عدم الهدر في الهدر المال العام نوع من الانبهة بأنه مسؤول وحمايات وكذا وكذا وهذا يربك الحالة في المجتمع ويؤثر كثيرا على الاقتصاد وعلى الرواتب والحمايات والبانزيل والسيارات وهذه لا داعي لها أصلا هذه لا يسحب فقط على المسؤولين داخل الخدمة حتى اللي خارج الخدمة أيضا تتوفر لهم سيارات حماية وأعداد الحماية وبالتالي نتمنى أنه لا يكون فقط المظاهر غير مسموح بها في شوارع حتى في المناطق السكنية وصلت إلى دور المسؤولين أنه قطع الشوارع قطع الأرصفة قطع الأزقة في سبيل تأمين الحماية لهؤلاء المسؤولين ناهيك عن أن الطرق تغلق عندما يفوت المسؤول يشتاز منطقة معينة فتضطر أنه تحرق للسير وتصير هناك إرباق بالنسيابية السيارات وربما المواطن يتدمر ويبتدي يتكلم بما لا يرضي المسؤول سيد المسؤول هذا الوضع العملي لا يوجد داعي لا يوجد داعي موكب رنون وما يحشون لي دولة قانون بالمناسبة دولة قانون يصيري طعب الرونكسايد مثلا أهلا بكم من جديد وصلنا إذن بكم للمحطة الأخيرة من برنامج بالعراقي وخلونا نتحدث عن الحلول في هذه المحطة لدينا بعض الحقائق حقيقة والتصريحات لبعض المسؤولين خليني أشرككم بها قبل أن أتوقف عند أستاذ أحمد الشريفي عضو أسبق في حكومة سابقة كشف بتصريحات صحفية عن وجود جيش من الحمايات يزيد تعداده على الجيش العراقي هذا بالعام 2015 التصريح نائب رئيس الوزراء بهاي الأعرجي في حينها في ذات الفترة كشف تصريحات صحفية أيضا عن وصول نفقات الحمايات الخاصة بالمسؤولين من معداته ورواتب إلى مليار دولار سنويا ورئيس الوزراء العبادي بنفس العام كشف طبعا قال فيه كلمة 2015 حماية الشخصية تبلغ 38 لكن حماية بعض المسؤولين تصل إلى 900 فرد ولفت يعني طبعا إلى أن مجلس النواب يمتلك أكثر من عشرة آلاف عنصر حماية هذه حقائق مهمة جدا سيدي الشريفي يعني قرار تقليص الحماية صدر من حكومات مختلفة ممكن تطبيق هذا القرار قابل للتطبيق نعم بالحقيقة النظم الديمقراطية تكون فيها الدول دولة مؤسسات وقانون فيفترض أن مثل هكذا نشاطات يكون هناك نظم قانوني وهناك سيطر على النشاط النظم القانوني أن هذه الجماعات التي نطلق عليها بالحمايات هل هي النظم القانوني تخضع إلى مؤسسة أم بحسب قانون الأحزاب والأحزاب هي التي تقرر وتتحكم بهم ومثل الضبط البعد القانوني ومعالجة هذه القضية مهمة جدا لأنه حتى يحكمها قانون واحد هو القانون العسكري الذي فيه تضبط السلوكيات ثم بعد ذلك هذه النشاطات التي تتحرك يتحرك فيها المسؤول في فضاء تابع إلى مؤسسات والمؤسسات هي التي تحرك المسؤول مع التنسيق مع جهات الأخرى مع مديريات المرور مع وزارة الدفاع مع قواطع المسؤولية للعمليات هذا ليس شأن يخضع إلى رأي الحماية يعني الحماية جزء من هذه المنظومة فمسألة نظم الأمور بالنسبة للحمايات يفترض أنه جزء لا تجزء من إنفاذ القانون والدور للمؤسسة وليس للأحزاب فالحزب حينما يتصدى لقيادة بعد أن يفوز بالانتخابات يترك المجال للمؤسسات في أن تلظم هذه المسألة تنظم الحمايات وتنظم النشاط الذي في إطاره تجلي هذه العملية لكن المشكلة أنه للسلطة التنفيذية تنتزع هذا الحق ولا الأحزاب لديها الاستعداد عن التنازل عن هذا الانتياج وبالتالي عالق الطبية بهذا الألعابة نعم سيد الشريف هذا ما يجب أسأل عنه أستاذ علي التميمي يعني هنا تدخل سياسي موجود أسباب الرفض السياسي من قبل بعض قادة الأحزاب يقف بالضد من هذا القرار قرار تقليص الحمايات ومواكب المسؤولين لماذا؟ وهل يمكن أن يمتثل للقانون؟ نعم هو يعني الحل بسيط جدا أستاذنا ليس صعب لأنه الشيء المتبع في هذا الموضوع هو أشبه بالعرف العرف السياسي الصحة التعبير لهذا السبب القرار الذي اتخذت الحكومة العراقية بالتحرك نحو هذا الموضوع هو شيء إيجابي جدا هو ممكن استاذ عادل أن يكون الحل بقرار من مجلس الوزراء بحكم الصلاحيات الممنوحة له بالمادة 80 أيضا رئيس مجلس الوزراء بصلاحيته بالمادة 78 هو القائد العام للقوات المسلحة المسؤول التنفيذي عن سياسة البلد هذا أولا وثانيا ممكن أن يكون شيء أكثر حبكة وأكثر قوة وأكثر نجاحة هو أنه مجلس الوزراء يقترح قانون من أربع خمس مواد يحدد فيه تحديدا دقيقا الأعداد ليس الأعداد الفردية الأعداد التقريبية وأن يحدد الجهات التي يحق لها أن تشمل بهذه الحماية طبعا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأعتقد أن المرحلة الآن هي مرحلة مؤاتية جدا أستاذ عادل وأهنيك على حسن اختيار هذا الموضوع والموضوع الذي سبق بشأن الإشتاريات العشائرية والسلاح هذه كلها مسائل طبعا يعني آن الأوان لمعالجتها وإنهائها وحلها لما لها من تأثير شديد على السلم والأمن المجتمعي وحتى نظرة المجتمع للأداء الحكومي والأداء المؤسساتي أنا برأي هذه هي الحلول أستاذ عادل وليست صعبة على الحكومة خصوصا البنهاج الوزاري للرئيس السوداني نص على حصر السلاح بيد الدولة المدن من زوعة السلاح أيضا تنظيم هذه الحالة هذه مهمة جدا ويأتوقع أنها ستأتي ثمارها في قادم الأيام طيب جميل هذه الرؤية دعني أنقلها إلى رؤى رؤى مثل ما استمعت ربما قادرة حكومات عديدة تقدمت بهذا الموضوع ولكن حقيقة الأمر حكومة آخر الحكومات هي حكومة السوداني وهي لديها قبول من قبل جميع الأطراف السياسية الموجودة في الحكم قادر السوداني على تطبيق هذا القرار وأنه ذاهبون إلى سنة جديدة يمكن أن ينفذ في العام عشرين أربعة وعشرين يعني إذا نحن عن عشرين خمسة وعشرين ألف شخص أعتقد الموضوع يحتاج أيضا وقت أكثر من أنه يكون الموضوع على إذا كان نية حقيقية بهي أعتقد يحتاج لفترة أطول بتنظيم هؤلاء الأشخاص لما نقلصهم هؤلاء هؤلاء دورهم سيذهبون هؤلاء نرجع لبطالة مقنعة داخل مؤسساتهم زايدين وين سيودوهم رؤى سؤالي قادر السوداني قادر السوداني على تطبيق هذا القرار بالحقيقة أنا لا أعتقد قد تم مواجهتها بانتقادات وأيضا جماعات مسلحة فكيف يتم الأمر مع السوداني لا أعتقد هذه حلول ويأوضاعنا اللي موجودة حاليا ويأهذا الانسداد والمشحون الأجواء السياسية المشحونة ما ممكن تنفذ هكذا نوع من القرارات بكل صراحة وبكل واقعية نحن نباوع الحكومة الحالية وأمن وأمان هذا شيء ظاهري لكن لازم نعترف بالحقيقة هناك انسداد سياسي موجود فما معقول هكذا نوع من الأمور ممكن أن تمرر مرور كرام ويمشي الموضوع كما هو بالتالي الجهة السين لا تؤمن بجهة صاد ونفس الشيء لا تؤمن بالمؤسسات نفسها فبعد يحتاج هم أصلا يحتاج لنفس الجهات الموجودة السياسية وحتى اللي موجودين في السلطة يحتاج هم أصلا تتعزز عندهم الثقة بالمؤسسات الحكومية وبذاك الوقت ممكن تتعزز حتى هذه الثقة عند المواطن لا أعتقد القرار ينفذ ويشوف النور بالوجه الحقيقي وإذا صار فهذا يعتبر إنجاز دعني أشرك الكلمة الأخيرة للسيد الشريفي سيد الشريفي ربما القرار صعب جدا على حكومات متعددة ولكن اسمح لي أن أسأل هنا كيف يمكن وقف صدام ما بين هذه الحمايات وقد حدث سابقا في المنطقة الخضراء نعم بالحقيقة لأن الولاءات الحزبية مقدمة على الولاء للمؤسسة فضلا عن النظم القانوني رائب والولاء الحزبي في كثير من الأحيان ينقل مسألة الصدام الحزبي إلى صدام الحمايات لأن الحمايات هي مورد استقواء للأحزاب علما أن كثير من الحمايات هي بالأساس من حيث البعد الأيدلوجي وفلسطفة الأحزاب أنها أجنحة مسلحة للأحزاب تستقوي بها على الحزب الآخر وهذه تتنافى وقيم الديمقراطية وبالتحديد في قضية النظم في الحياة الديمقراطية المؤسسة والقانون الأحزاب أجنحتها المسلحة المقدسة وتقدمها على المؤسسات لأنها ترى أن وجودها في كثير من الأحيان عبر جناحها المسلح وليس عبر الآليات التداول هنا واحدة أيضا من الأجنحة المسلحة تعد هذه الحمايات والمواكب أشكر ضيوفي من بغداد الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي وأيضا الخبير القانوني علي التميمي والناشطة المدنية رؤى خلف ونحن نودعكم نشوفكم باتشر بحلقة جديدة نتناول بها شأن عراقي ونحتي ونسولف بالعراقي سلامتكم يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا التلفزيونية والإذاعية والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة أو دعناكم ترجمة نانسي قنقر